من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومصر بتقوم بدور ديبلوماسي قوي جدا من أجل خفض التصعيد وده طبعا الترجم للتصالات مكثفة أجرتها الدولة المصرية مع كافة الأطراف الإقليمية عشان تقدر توصل لوقف إطلاق نار وتبادل للمحتجزين زي ما شفنا في الأيام اللي فاتت قراءة وافية وتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع هيكلمنا عنها الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية نورنا صباح خير أعليك أستاذ أحمد صباح خير أستاذ محمد صباح خير أستاذ أحمد يا أهلا بحضرتك لو هنتكلم عن الموقف المصري طبعا هو موقف المصري سابت من القاضي الفلسطينية لكن هنتكلم عن الحداث الأخيرة من 7 أكتوبر لحد الاتصال رئيس الأمريكي برئيس سيسينبيرا ناخد من الآخر يعني أنك أنت حصلت على أطراف الدولة العظمى التي طرع دولة الاحتلال لأول مرة يصدر تصريح في اتصال رسمي يؤكد على رفض بايدن لسياسة التهجير وده عنوان مهم جدا لازم نركز عليه وبنقدر من خلاله نتفهم التصاعد مكانة الدولة المصرية وقدرتها على أن تكون شريك استراتيجي مش في الإقليم ولكن في العالم بتكلم على أكتر من 40 اتصال هاتفي بالإضافة إلى عقد قمة قاهرة للسلام بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من الفعالين المؤثرين في إدارة الأزمة لو على الأطراف الدولية أنت بتكلم أن كان عندك أنطاني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بتكلم أن كان عندك ريتشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا بتكلم عن أن كان عندك أولف تشولز المستشار الألماني بتكلم أن كان عندك الرئيس الفرنسي مانويل مكرام بتكلم عن الجهود الفعالة للدولة المصرية اللي فيها الثبات على المواقف الثبات على المواقف واضح تماما مواقف الدولة المصرية وإحنا تكلمنا فيه كتير من القضية الفلسطينية ككل لكن هذه المرة مصر أعلنت لقات واضح هذه اللقات هي التي أثبتت فعالياتها على الأرض لقات في لحظة مهمة جدا لحظة انكشاف عربي فارق وده أمر في منتهى الخطورة لكن الدولة المصرية سبتة على مواقفها دعمها في المقام الأول للشعب الفلسطيني دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية دعمها للحق الإنساني للشعب الفلسطيني في الحياة رافضة لأي نوع من أنواع تغيير الأمر على أرض الواقع باستخدام القوى القصرية والقوى الجبرية رافضة لمحاولة مساس أو تهديد أي حدود لدولة عربية على تماس مع دولة فلسطين عن طريق جيش الاحتلال عبر سياسات بيوم ريسة على الأرض كلنا متابعينها بقالنا 24 يوم سياسات تقوم على إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح في ظل تمسك الشعب الفلسطيني واستفدته من دروس التاريخ القريبة يعني خلينا نتكلم على لبنان والاكتياح اللي حصل في لبنان لإكبار السلطة الوطنية على المغادرة هناك خلينا نتكلم على الحروب الأربعة تجاه قطاع غزة خلينا نتكلم على شعب يناضل ويقاوم ويرفض التخلي عن أرضه ودي أمور مهمة جدا لازم نحطها في الاعتبار إذن الدولة المصرية عبر لقاتها الفاعلة استطاعت أن تغير كثيرا من مواقف كثير من القوى وتجعلهم أكثر رشادة في التعامل مع هذا الأمر بالتحديد لما نشوف المواقف الفرنسي والمواقف الأمريكي بعد هذه الجهودات المصرية لازم نتفاهم ده لازم نتفاهم كمان أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية العرب اللي أصدرته وزارة الخارجية المصرية الوزارة الخارجية العرب اللي كانوا مشاركين في قمة القاهرة للسلام واللي مكن المملكة الأردنية الهاشمية من سياغة بيان في منتهى القوى قدرنا نحصل من خلاله على الموافقة على قرار عربي في الجمعية العامة لأمم المتحدة بموافقة 120 دولة ورفض 14 وامتناع 45 دولة عن التصويت على الرغم من عدم فعالية القرارات الخاصة بالأمم المتحدة ومش بتكلم عن الجمعية العامة بس عشان الناس بتكلم عن الجمعية العامة وأن الأمر لا يتعلق بالجمعية العامة بتكلم عن مجلس الأمن كمان أنت عندك كل ما يخص دولة الاحتلال والقرارات الصادرة بحقها من أجل مناصرة الحق الفلسطيني لا تتحرك تجاه دولة إسرائيل وده أمر في منتهى الأهمية ولازم أن احنا نتفهمه ونتفهم أن احنا انتزعنا تأييدا ديبلوماسيا كبيرا وده جا نتيجة جهود الدولة المصرية جهود باقي الدولة المؤيدة للحق الفلسطيني في الحياة ولازم نتفهم أن الموقف اللي أعلنه ممثل مصر في منظمة الأمم المتحدة عقب اجتماع الجمعية العامة وحديثه القوي ووسط وزراء الخارجية العرب بيعكس دلالة مهمة جدا في هذا التوقيت وبيعكس انتصار الرؤية المصرية الأردنية المشتركة في التعامل مع هذه القضية اللي باتت مش بس بتهدد الشعب الفلسطيني ولكن تهدد القضايا الفلسطينية على رمتها طيب احنا شايفين استمرار للمساعي المصرية الدولية سواء لوقف اطلاق النار أو لتبادل المحتجزين يعني كانوا من أنواع يعني إثارة الجانب الآخر بحيث أنه عندنا حاجة نقدر نبادل بيها فاسعوا في تغيير الأوضاع احنا نقدر نقول وصلنا لإيه في هذه المرة يعني أنا من الصبح وعلى مدى الأيام القليلة الماضية متابع الجهود اللي بيقوم بيها مرسلنا في الإعلام الإخباري المصري متابع لما يبثونه من رسائل وما يعرضه الإعلام المصري اللي ما بيتنافس مع أحد يعني خلينا نتكلم عن الموقف المصري ونتكلم عن الإعلام المصري الموقف المصري الرسمي والإعلام المصري الإخباري لا يمكن أن تحطيهم في إطار تنفسي مع أي إعلام آخر السردية المصرية التي أطلقها الرئيس حفتاح السيسي وصغها بحكمة مع وزارة الخارجية المصرية ويعرضها الإعلام المصري بمنتهى القوة قوامها الرئيسي رفع المعاناة عن الإنسان الفلسطيني وقوامها الرئيسي حكمية إدخال المساعدات اللازمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وقوامها الرئيسي زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل يعني نحن نتكلم عن عشر حفلات في عشرين حفلة في أربعين حفلة في تطور ملموس في الجهود المصرية في هذا الإطار طبعا مدعومة بمساعدات من كافة الأطراف العربية المخلصة للقضية الفلسطينية مدعومة بمواقف رسمية من دول عربية تبزو الجهودات بالتوازي مع الجهود المصرية لازم نفهم حاجة وإحنا بنتحرك في هذا السياق العربي أنه لابد من تنسيق المواقف هذه اللحظة كشفة الجهود كلها ينبغي أن تركز في هذه اللحظة على تبني مواقف واضحة بشأن إنقاذ المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقف هذا العدوان يمكن سيادة اللغة ونصر سالم أشار كثيرا وفضح الممارسات البربرية اللي بتتم على الأرض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال بيمارس إبادة جماعية حقيقية تقترب إلى جرائم الحرب وهو مسؤول عنها كل ده بيوصلنا لنتيجة حتمية أن هناك جهودا يتتبنيها الدولة المصرية ويعكسها الإعلام المصري بمنتهى المصدقية ومنتهى الاحترافية ومنتهى المهنية في سردية متكملة بتعكس مكانة الدولة المصرية وده أمر مهم لازم نتفهم جميعا أننا دولة كبيرة دولة قادرة دولة تتبنى السلام كخيار استراتيجي دولة لا تقوم على فكرة المبادئة بالعدوان ولكنها دولة تدرك جيدا وتعرف جيدا متى تحمي أمنها القومي وتحمي حدودها من أي نوع من أنواع التهديد ولازم كل مصري بقى جواه اليقين ده وهو ينظر إلى هذه القضية في مجمالها عظيم طيب أستاذ أحمد زم حتك ذكرت موقف الدولة المصرية والإعلام المصري الشعب المصري هو كمان بيرفض تصفية القضية رفضا قاطعا ودائما بيده إلى نصرة القضية الفلسطينية حالة الوحدة اللي مبينة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بأطياف الشعب المصري كله ده دلالته إيه فإندي ممكن إنعكاساته إيه كمان طيب الشعب المصري يمكن البحث الفلسطيني اللي كان موجود مع حضراتكم في بداية هذه الحلقة أشار إلى أمر في منتهى الأهمية وأؤكد عليه القضية الفلسطينية هي قضية عقيدية في قلب كل عربي القدس مش فكرة عاطفة بس دي عقيدة ينبغي على كل الأطراف الدولية أن تستمع لذلك خلينا أقول لك أن الأول مرة نكتشف ميزة لمواقع التواصل الاجتماعي وهي القدرة على التعبير عن الرأي العام المصري والرأي العام العربي الغاضب للشعوب العربية تجاه هذه الأحداث وخلينا أقول لك أن هذه الضغوط اللي احنا كنا بنتصورها وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لا غيرت سياسات دول وغيرت مواقف دول وخلينا أقول لك أن هذه الجهود على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بيقوم بيها مجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والشعب المصري كله قدر تغير كثيرا وتعمل نوع من أنواع التضامن الشعبي على مستوى العالم أنت بتشوف ده على سبيل المثال كانت في مباراة كرة قدم في إسكتلندا شفنا الجمهور الرياضي اللي بيحضر المباراة بيرفع الأعلام الفلسطينية شفنا في قلب بريطانيا في المباراة الرياضية إزاي بقى فيه نوع من أنواع التضامن على الرغم من المواقع المعارض للسياسات الرسمية لدولتهم خلينا نشوف الشعب الأمريكي وإزاي ما كنا بنتكلم إزاي شعب الأمريكي ابتدى نفسه يعكس رأيه من خلال استطلاعات رأي عام يمكن آخرها كان استطلاع رأي جلوب اللي حضرتك بتتكلم معي فيه إن إزاي شعبات بايدن بتتراجع هذا الحراك الشعبي اللي قدرت تخلقه وهذا التفاعل الشعبي اللي قدرت تخلقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عمل نوع من أنواع الضغوط على الحكومات بالفعل القضية في منتهى الأهمية والشعب المصري يدركها جيدا لكن إحنا لازم هنا نلتفت لأمور كتير جدا هامة في هذا الإطار أهمها إن إحنا لا ينبغي أن ننصاق أمام أهداف الأعداء العدو في هذه اللحظة يهدف إلى إحداث نوع من أنواع الإثارة والهياج استغلالا لأي وضع من الأوضاع لازم نكون كشعب بعد مرحلة طويلة جدا من خبراتنا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي أكثر إدراكا لأهداف هذا العدو العدو ممكن يكون من دولة الاحتلال ممكن يكون من تنظيمات تعمل للتخديم على أفكار أكبر وأعقد من اللي إحنا نقدر نشوفها على الساحة لكن هو بيوظف لتحقيق ده على الأرض بهدف إثارة مزيد من المشاعر وإشعال الأمور في الداخل لازم نكون فاهمين ده ولازم نتفهم أن لدينا قيادة ممثلة في فخامة رئيس عرفتاح السيسي وقيادات الجيش الوطني المصري لديهم الإدراك الكامل للأبعاد الاستراتيجية لإدارة هذا الملف إحنا نلتفت لمناصرة الحقوق الفلسطينية نتحدث عن القضية الفلسطينية ككل نتحدث عن شعب يراد له الإبادة نتحدث عن تبني مواقف دولتنا نؤكد على الفخر والعزة بهذه المواقف التي تعلي من قيمة الأمن القوم المصري ونسمع الكلام الصادر عن المؤسسة الرسمية ومؤسسة الرئاسة ونسمع الكلام الصادر عن القيادات الرسمية في الدولة المصرية على المواقع الرسمية المخصصة أو المنصات الرسمية اللي بيتواجدوا عليها سواء الموقع الرسمي المتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موقع وزارة الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دي مواقع اللي المصريين لازم يلتفتوا لها ولا ينشغلوا بغيرها يعني لا تجري وراء أخبار بنسميها الفيك نيوز الدوارة اللي هو بيقدر من خلالها أنه هو يعمل نوع من أنواع الاحتقان في الرأي العين والضغط على الرأي العين في ظل الأزمات الكبيرة اللي بتحدث في أي دولة في العالم أو في ظل الحروب الكبيرة أو في ظل الكوارث الطبيعية الكبيرة الشعوب اللي بتبقى في دول على تماس مع منطقة الأزمة دايما بتبقى في لحظة نفسية صعبة جدا وده لحظة من المهم جدا أنه نلتفت لها كشعب مصري ونتفهم أنه لازم يكون عندنا قدر من السباكة المفعيل ولازم نكون قدرين على تفاهم أهداف العدو من إثارة الغضب في هذه اللحظات ونتفهم أن دولتنا تبذل ما تراه لازما وفي التوقيت المناسب لحماية الأمن القومي المصري ونتفهم أن احنا أعلن منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة لقات رئيسية لا للتهجير رفض الاجتماعي البري رفض كل العمليات الإبادة التي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني التأكيد على حتمية العودة إلى طاولة المفاوضات دي مواقف رسمية لازم نصر عليها وطالما استطعنا التأثير في الشعوب على هذا النحو احنا قادرين كشعب مصري عن طريق منصات التواصل الاجتماعي على إحداث مزيد من الضغوط عبر الشعوب وده ألية مهمة جدا في اللحظة دي تدعم الموقف الرسمي للدولة المصرية قدرتنا على التأثير على الشعوب أنا شايفها سواء شعوب الأقليم أو شعوب العالم أنت بتشوف اللينعكاسات في الدخل الإسرائيلي بقى شكلها عامل إزاي بتشوف حتى التفكك اللي بتدى يصيب الحكومة المصغرة اللي عملها نتنياهو بتشوف اللينعكاسات على إدارة بايدن بتشوف اللينعكاسات على الإدارات الحليفة اللي متبنية مواقف ده وخلي بالك أن في اللحظات المهمة الدولة المصرية بتجري اتصالات مع أطراف قد لا تكون تقف على فهم كامل لحقيقة الأوضاع يعني بيهمني الحديث مع رئيس الوزراء الهندي بيهمني الحديث مع رئيس الوزراء الياباني بيهمني الحديث طبعا الاتصالات دي مع فخامة رئيس عفتاح السيسي دي بتقول أن الدولة المصرية معانية بتوصيل المواقف الثبت لما بترجع لصفحة المتحدثة داسمي بس من رئاسة الجمهورية والراصد فيها لكل هذه الاتصالات صحيح فيها سبات على الرسالة المصرية طيب السبات ده نقدر نستغله إزاي في مرحلة العودة إلى المفاوضات خصوصا مع توضيح والتأكيد على الموقف المصري باللاقات اللي تم يعني إعلانها وكمان السعي الدائم من الجانب المصري لحل قضية المحتجزين اللي بتستخدم كوراق الضغط من الغرب ناحية أنه يعني كسطار للاكتياح اللي بيحصل لقطع غزة الجهود العربية لا ينبغي إغفالها في هذا الإطار هناك جهود موازية تبذل في هذا الإطار أنا اللي بأؤكد عليه أنه ينبغي تنصيق المواقف ما ينفعش تبقى جهود فردية وما ينفعش تبقى مرحلة تنافسية لا لازم تبقى رسالة رسالة عربية بصوت عربي أصيل في هذه القضية ما فيش حد ممكن يفكر أنه ينزع الدور المصري يعني لا يمكن لأحد أنه يتخيل للحظة أنه ينزع الدور وما كانت الدولة المصرية الدولة المصرية هي عاصمة الحل القاهرة هي عاصمة الحل والقاهرة هي من قدمت التضحيات والقاهرة هي من أدارت المفاوضات والقاهرة هي من تدرك قيمة العودة إلى طاولة المفاوضات طيب إحنا في الجمعية العامة الأمم التحدة بنتكلم على 120 صوت معنا بنتكلم على مجلس أمن حاولنا من خلاله أن نستصدر قرارات الإدانة لكن بنتحدث عن مواقف بدأت تتغير وبدأت تتقبل الفكر أهمها أوروبا أسبانيا دولة بدأت تتبنى المواقف العربية المصرية الأصيلة ومن ثم ده مهم جدا أن نشتغل عليه في الفترة الجاية الأطراف الصديقة المتبنية لهذه المواقف ينبغي أن نضغط عليها من أجل العمل معا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لأن عدم الاستقرار في هذا الأقليم سيدر بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة حتى من يتخيل أنه بعيد عن طايلة التأثير من هذه الأزمة الكبيرة سيطاله التأثير ومن ثم ينبغي أن يكون هناك نوع من الرشادة في الضغوط التي تمارسها المنطقة العربية وزعماء المنطقة العربية والدولة المصرية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات لأنها بمثابة الحل الوحيد والمخرج الوحيد لهذا المأذك الكبير حل القضايا الفلسطينية على الأسس الشرعية الدولية وعلى المواقف العربية المحددة والواضحة وعلى المبادرة العربية هي الأمور الحاثمة التي ستقود إلى حل هذه الأزمة أكيد نتعشم خير إن شاء الله نتمنى السلامة لأهلنا في غزة شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية نورتاني شكرا لحليك أستاذ أمينا شكرا لحليك أستاذ محمد